اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسؤال بلال حدثنا قليلا عن كيفية ولوجكا لهذا العالم عالم التعليق الرياضي والإعلام أولا شكرا مرة أخرى شافيا بالنسبة لدخول عالم الإعلام والرياضي في قنوات التلفزيون الجزائري يعود لي حوالي عشرين سنة من الآن كبداية كمتربس لكن في الحقيقة أنا كنت تلميذ يهوى كرة القدم وكنت لاعب كرة قدم وألعب كرة القدم في الأحياء وكنت مولع بكرة القدم وأنا تلميذ سواء في الابتدائي أو سواء في الأساسي أو حتى في التانوي وفي الجامعة وكنت أزاول دراستي واكتشفت شغفي ورغبتي بالتعليق على المباريات كرة القدم خاصة في سنواتي الثانوية طبعا بعد اجتهاد ومحاولة نلت شهادة الباكالوريا وتوجهت إلى الجامعة هنا درست اختصاص الإعلام والاتصال ومن هنا بدأت الحكاية فعليا يعني في الماضي القريب كنت هاويا من خلال ممارستي لهذه المنة ببعض الكتابات هكذا لنفسي وبعض الملخصات للمباريات وبعض التعليقات التي أقوم بها سواء مع الزملاء في الأقسام أو مع نفسي في داخل غرفتي لما دخلت الجامعة بدأت تفتح لها بواب لأني أصبحت مشروع صحفي بما أني بعد أربع سنوات سأصبح صحفي بشهادة الليصانس مختص في السمعي البصري وبالفعل لما كنت أزاول هذه الدراسة بالجامعة لم أغفل هوايتي وشغفي التي اكتشفتها في نفسي كما قلت لك ربما منذ نعومة أظافري فكنت أعلق في كل مرة ولا أنسى الكتابة كنت أتنقل بين مختلف ملاعب العاصمة خاصة حسب إمكانياتي كطالب أنا وزملائي وأعلق على مباريات من خلال مسجل صوت كنت أحوزه أستلفه حتى أني كنت يعني جمعت القليل من المال هكذا اشتريت مسجل صوت خاص بي وأتنقل إلى المباريات بتسريح من الجامعة حتى أدخل إلى المدرجات يعني مجانا وكنت أتلقى الترحى في ملاعب بلوغين وملاعب عشرين أوت وملعب خمسة جوليا وأعلق على المباريات وفي نفس الوقت كنت أعمل على أني أنجح في دراستي وأنهي حتى أبدأ مساري الفعلي كمعلق محترف ولما أنهيت دراستي وقمت بمذكر التخرج كانت في الموثائق حول فريق عاصمي كبير من ستة وعشرين دقيقة مصور كانت لتربصات ميدانية بالتلفزيون الجزائري أين اجتهدت وحاولت وبحت فوجدت نساء ورجال فسحوا لي الطريق ورحبوا به ودخلت للتلفزيون الجزائري وبدأت المهنة بصفة رسمية سنة 2007 وأنا ممتن لكل من ساعدني بالالتحاق بمدرسة من مدارس الإعلام العربي يعني حبيت هذه المهنة أكيد لأنه ليس ربما لاعب كرة القدم هو من يكتشف الكشاف هو من يكتشف اللاعب اللاعب نعم أما أنا فأنا من أكتشف نفسي وأعرف نفسي ما يمكن أن أضيفه في مهنة التعليق ما يمكن أن أقوم به لأنني كنت كما أشرت مهوس بالبطولة الوطنية من خلال المناصرة ومن خلال التعليق على مبارياتها بمسجل الصوت وحتى البطولات الأجنبية كنت كاراريسي تذكر كنت دائما ما أكتب أسماء اللاعبين وشعارات الفرق على الكراس حتى يعني تحفظهم نعم وحتى الأستاذة والمعلمات تطلب مني أني أتوقف عن فعل هذا ولكن شغفي وحبي وبالتالي شجعوني ناس مع أنه لم تكن سهلة لأنه تأخذ مسجل صوت وتروح مثلا لملعب خمسة جولية وتعلق لمباراة للمولودية وسط الأنصار من 90 دقيقة كل واحد كيف يراك واحد يراك مجنون والآخر يقول والله شيء جميل جدا يعني رايع وعد يتمنى لك التوفيق أصدقائي في وقت ما أصبحت أزعجهم اللي يمشوا معايا يعني ما بالك بلال ولكن تقتي بالله كانت كبيرة قلت لهم سيأتي اليوم الذي سأمتهن هذه المهنة بطريقة رسمية ومحترفة والحمد لله بلال الفت يعني نظري الآن قلت لي أنك كنت يعني ما خيرتش يعني تكون لعب كرة قدم على أن تكون يعني معلق رياضي اليوم كرة القدم كظاهرة اجتماعية شعبية هي الرياضة الأكثر جماهيرية عبر كل عالم والجزائر ليست في هي استثناء وفي منع هذا الشباب الجزائري اليوم كله يمين للرياضة الشعبية كرة القدم لما يقدمها النجوم من فرجة وإلى غير ذلك مع أني ربما ضد الفكرة لأنه كل واحد وإمكانياته إن كانت إمكانياتك في الرياضات الفردية فتوجه لها وحتى في كرة اليد وشجع على ممارسة كل الرياضات ليست كرة القدم كرة القدم هكذا نحن في أحياء شعبية كبرنا على اللعب وكن أبائنا حفظهم الله كانوا يصرون على أن الدراسة هي التي تمر قبل الكرة فلم يكونوا يحرموننا من لعب الكرة كهوات أم أننا نلعب الكرة وننسى الدراسة فهذا ما لم يكن لي التسامح فيه والحمد لله يعني لما نلت شهادة الباكالوريا خلاص 18 سنة لعب مبقاش يعني واصلت مع الدراسة والحمد لله اليوم أنا معلق على الكرة وليس لعب سؤال آخر بلال لو لم تكن معلق رياضي ماذا كنت ستكون معلق رياضي ما كاش حاجة أبهر معلق والله لسه هذا ولم أفكر في هذا الأمر من قبل بتاتا لو لم أكن معلق ماذا يمكن أن أكون ربما كنت راح تكون لعب كرة قدم ممكن بدرجة أقل ولكن بما أن ميولي كان منذ سنوات يعني مقتبل عمر 14-15 سنة وبالتالي وضعت هذه المهنة مهنة الصحفي حتى أني في اختيار الجامعة والله لم يمنحون اختيار الصحافة في بطاقة الاختيار ولكن عملت وحاولت أني نغير إلى الاختصاص الذي أريده وبالتالي أردت أن أكون صحفيا ولله الحمد كان لذلك من خلال دراسة هذا الاختصاص لمدة أربع سنوات في الجامعة وبالتالي التحاق بالتليفزيون في أولى بداياتك بمن تأثرت من المعلقين الرياضيين سواء عالميا أو عربيا أو حتى في الجزائر هنا لكت متأثرة بهم نعم شوف التليفزيون الجزائري أو مدرسة مدرسة أبادية لإخراج العديد من الأسماء الكبيرة التي أعطت للإعلام الجزائري وفيما بعد حتى الإعلام العربي العديد من الأسماء التي غادرتنا والتي لازالت على الحياة مرزوقي رحمه الله مخلوف بخزر إلى غير ذلك الحبيب بن علي بن يوسف وعديات الله في عمره كلها كل في وقته وترك بصمته بعد ذلك جاء حفيد دراجي حفيد دراجي ربما كنت أميل له أكثر لأنني تقريبا في سنوات دراستي كان حفيد في بداية وبالتالي كنت أميل لحفيد دراجي سؤال آخر يقول لك أن المعلق الرياضي أو المعلق الرياضي دائما ما تكون عنده بداية في التعليق أنت يعني بلال ما هي أول مباراة قمت بالتعليق عليها كيفش يعني كان شعورك يومها كيفش حذرت لهذه المباراة شكرا والله فعلا لأنه تعليق الهاوي شيء لما كنت معلقا هاوي في الجامعة شيء ولما كنت معلق لما بدأت في التليفزيون شيء آخر أول مباراة تعلقت عليها إن لم تخل الداكرة في سنة 2007 بين شبيبة القبائل واتحاد البوليدة بملعب أول نوفمبر بتيزيوزو ولكن شيء الجميل في المسؤولين في القسم الرياضي أنه المعلق المبتدأ أو الصحفي المبتدأ لا يترك هكذا لوحده لمصيره يوقف عليه نعم وبالتالي البداية تكون مع اسم سبقك في الإعلام فعلقت بجانبي زميل عبد الحفيد شايب الذي أتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله بشافي إن شاء الله علقت إلى جانب زملائي الذين تشرفت بالعمل معهم مع محمد جمال مع العديد من الأسماء التي يعني يضعوك في المكان الصحيح فأول مباراة تذكرها بين شبيبة القبائل و اتحاد البوليدة يعني كيف كان شعارك يومها حلم تحقق لأن كنت قبل سنوات قليلة كنت معلقا هاويا مع الأنصار كنت ألتقي زملائي محمد جمل سعود شيشة سامين أردين كنت ألتقيهم في الملاعب و أمنحهم ذلك كالتسجيل الصوت نقول له أسمع هذا التعليق يقول لي إن شاء الله يوم ما سألتحق معكم يقول لي إن شاء الله إن شاء الله محمد جمل مثلا وهو يذكر هذه الحادثة في سنة 2004 وجدني في ملاعب 24 أود أعلق في غرف التعليق بمسجل الصوت يومها صراحة مرقت لا كنت معلق هاوي تذكر على مباراة شبيبة القبائل نصر حسين قال لي ماذا تفعل يا أخي قلت له أنا معلق هاوي قال لي أعلق أعلقت وستمع لي بعد سنوات يعني كانت عندي تجربة قصيرة وبالتالي من ناحية الفرب كما نقول وناحية الثلاثة اللغوية لم أجد إشكال في التعليق لما بدأت في أول مبارياتي كما أشرت مع حفيد شايف مع ذلك خوف مقابلة الجمهور خوف أنك تخطئ لأنه الآن أصبح يستمع يستمع إليك الملايين صربين مليون جزائرين المتابعين وفي وقتنا أصبحت فيه وصاعد التواصل الاجتماعي وبالتالي الخطأ بحقه والهامش الخطأ يكون لذلك نضع الصحفي المبتدئ مع واحد أكثر منه خبرة حتى يوجهه حتى يرفد إليهم حتى يأخذ منه المهنة كانت عندي خبرة ليس في التليفزيون تلك الخبرة الصغيرة من خلال الممارسة على الأقل لفتت انتباه المسؤول على القسم الرياضي أنا ذاك كان زامل ياسين برويلا بأن يمكن أن أعطي في التعليق فوجهني أكثر إلى التعليق هو حسن جابر وبالتالي ما عملته وأنا في التانوية وفي الجامعة وجدته في القسم الرياضي لما التحقت بالتليفزيون والتقيت القامات الإعلامية الكبيرة التي كنت أشاهدها على غير دريس دقيق أيضا أتمنى له الشفاء العجل بشيري محرز تقاعد إن شاء الله صحي وكذلك محمد طوزالين والقيمة طويلة من الزبلاء الذين تشرفتوا بالعمل معهم يعني لما بديت العمل بصفة رسمية مع تليفزيون الجزائري أحكينا على أول مباراة اللي خدمت فيها بصفة رسمية المباراة الأولى كما عشرت لك مباراة بين شبيبة القبائل يعني في البطولة الوطنية لما تدخل للتليفزيون قسم رياضي قامت إعلامية التواجد معهم في قاعد تحرير يشعرك بالخوف فما بالك بالعمل معهم ثم يطلب منك المسؤول أنك حضر نفسك بلال غدا ستكون في المباراة الفلانية حكمك استخد أكيد القلق هذا كيف سأظهر في أول مواجهة كيف سيكون أدائي هامش الخطأ ممنوع يجب خاصة أنك كنت قابل جمهور كبير جمهور شبيبة القبائل ويجب نكسب الثقة ويجب نكون في مستوى الثقة التي منحها المسؤول التعليق على مباراة في القسم الأول ليس التعليق على هكذا كهاوي وبالتالي وجب التحذير وجب التركيز وجب اتباع التعليمات التي يقدمها الزميل الأكثر خبرة حتى لا تقع في الخطأ بين قوسين ما تحرقش المراحل وما تحرقش نفسك أنت كمعلم وبداية المباراة أتذكر ببداية المباراة تنتبه لذلك الشعور ولكن بالانطلاقها ومرور الدقيق دخلت في أجواء المباراة وعلقت براحة تامة لكن نقول لك بلال ما هي أجمل ذكرة عشتها في مباراة أو مبارايات كرة القادم أكيد عندك ذكرة ما تنساهاش والله نعم هذا شيء جميل جدا أنك تكون معلق فتعلق على مبارايات سواء البطولة الوطنية وخاصة المبارايات الدولية التي يكون فيها المنتخب الوطني طرفا وبالتالي تشعر بذلك الانتماء أكثر للوطن وتشعر بأن تنتمي للوطنية تزيد أعتقد بأن المباراة التي بقيت في مخيلة إلى غاية اللحظة هي مباراة المنتخب الوطني في نهايات كهس العالم بها البرازيل سنة 2014 أمام روسيا لما وجهنا المنتخب الروسي ولما سجل إسلام سليماني نعم إسلام سليماني سجل رأسية عدل منها بها النتيجة تذكرت بأنني صرخت صرخة قوية نبعة من القلب نبعة من حبي وعيشي لأطوار تلك المباراة لأن التعادل أو الفوز بتلك المباراة يعني التآهل لأول مرة إلى الدورة الثانية من المونديال في تاريخ ولو أن المنتخب الوطني سبق وأن حقق استنقاطه لم يتأهل في سنة 82 لما المؤامرة الشهيرة في رابع مشاركة المنتخب الوطني تمكن من التأهل وأنا تشرفت وعلقت على تلك المباراة والله ما زلت أتذكر حتى نص تعليق لما الحكم ترجيت الحكم أنه ينهي الدقائق الأخيرة التواني الأخيرة قلت أترجعك سيدي الحكم أنهي المباراة أنهي المباراة وتركنا نفرح نفرح ونسعد ونستمتع بالتآهل إلى الدورة الثانية وذلك الذي حدد فقلت تمنى لو كنت طائر أطير بجنحي وأحلق في سماء الجزاء لأشاهدها وأشاهد ذلك المنظر الذي خلفه وتآهلنا إلى الدور المقبل وقلت أيضا الآن اليوم أدركت أكثر من أي وقت مضى بأن والدي راضياني عني وإلا كيف أتشرف بالتعليق على هذه المباراة والحمد لله يعني ذكريات عديدة وجميلة الحمد لله مازال إن شاء الله الخير والمنتخب الوطني زديد أهل أكثر من دور إن شاء الله نجح إلى نجح حكينا على الأجواء بلال يعني لما تأهل المنتخب الوطني الجزائري أنا ذاك في 2014 لما تأهل يعني إلى الدور الثاني كيف كانت الأجواء مع اللاعبين الأنصار اللي كانوا متوجدين هناك خاصة يعني في البرازيل كانت تنقل جماهير ينقول معتبر في تلك السنوات فعلا يعني لو تحددت على التذكر بأن المباراة الفاصلة لعبها المنتخب الوطني في مباراة صعبة يعني فعلقته على مباراة الدهاب إنها زمنا بثلاثة مقابل اثنين ولكنها نتيجة جميلة في مباراة العودة المنتخب الوطني فاز بصعوبة براسية بوغرة وتأهلنا والمنتخب الوطني كان في وما زال لكل في صعود مستمر الأضواء نمثل كل العرب في المونديال والجماهير الجزارية صنعت أجواء استثنائية مثل ما تصنعها الآن مثل ما تتنقل الآن وتصنع هذه الأجواء ومثل ما فعلتها في القاهرة وفي كأس العرب أيضا التي توجنا بها ربما في آخر نسختين من كأس إفريقيا لم تحضر النتائج ولكن الجمهور الجزائري عنده مكانته العالمية من خلال المؤاظرة والمناصرة والجمال على ما مسجل الجزائري الجمهور الجزائري جميع تغير دائما الروح الوطنية وعنده المنتخب الجزائري خط أحمر وينما يروح يتبع ويشجع ويقف معه يدعم إلى آخر لحظة فعلا هذا الذي أشرت له المنتخب الوطني دائما يحظى بدعم الجمهور من خلال تنقلاته من خلال الرحلات التي تنظم وتمنح لله ويكون الدعم في بعض الأحيان تحضر النتائج فيسعد الجمهور وفي أحيان أخرى تغيب فيقول خيرها في غيرها والقادم أفضل بالنسبة للجماهير الجزائرية إن شاء الله بلال تحدثنا على الأشياء الإيجابية دعونا الآن تحضروا على الأشياء السلبية ما هي أسوأ ذكرى يعني عشتها ونقول ما زالك تتذكرها طبعا في مشوار الإعلامي في مشوارك الإعلامي طبعا دائما في مشوار الإعلامي الرياضي طبعا المشوار ككل مهنة فيه مطبات وفيه صعوبات صح مزاق نعم فهمتك يعني وجباء أن تغلب على هذه المطبات والصعوبات نحن لما نعلق على المباريات دخلينا مباريات البطولة الوطنية هؤلاء أبناء بلدنا يتنافسون نحن نعلق ونصف ونفرح لما يفرحون وأكيد واحد يتوج بالبطولة والآخر يتوج بالكاس ونفرح له وهكذا كل موسم تتجدد أما لما يتعلق الأمر بالنوادي المشاركات الخارجية والمشاركات القرية فنحن أيضا نتحول إلى مناصرين ومثل ما كانت أحسن ذكريات بالنسبة للمنتخب الوطني كانت فيه ذكريات لما يحقق فيها المنتخب الوطني التأهل إلى المونديال في الخروج من الدور الأول في كاس إفريقيا ربما ذكرة تبقى خالدة بالنسبة لي هي عدم التأهل المونديال الأخير يعني المونديال الأخير لأننا كنا قاب قوسين يوضنا من التأهل حققنا مشوار كبير وخطوة كبيرة في الذهاب ثم لم تكتب في الإياب لا تحدث عن المشاركات في نهايات كاس أمم إفريقيا لأنها تكرر في 21 مشاركة نجد بأننا توجنا في مناسبة لعبنا النهاي في مناسبة ربما نصف النهاي في أربع مناسبة ربما النهاي الخروج من الدور الأول وهذا شيء عادي ما مناسبة المونديال فعندنا شاركنا في أربع نسخ أعرضنا المشاركة في النسخة الماضية حادث ما حادث لم نتعال هذه حزت في نفسي طبعا وبقي الذكر سيئة نتمنى أن تمحى بيتاهل إلى المونديال القادم إذن بلال نبقى في التعليق الصوتي ومع أولى بدايتك الأكيد أنه كانت أو واجهت العديد من الصعوبات أحكينا على هذه الصعوبات التي واجهتها الصعوبات موجودة قبل الالتحاق بالتليفزيون عليك أن تجتهد أولا في دراستك وعليك أن تحوز على شهادتك ودخول إلى المؤسسة العريقة المؤسسة العمومية لتليفزيون الجزائري في حد ذاته تحدي كبير وفي حد ذاته لا أقول مغامرة وإنما تحدي ستواجه الأرمضاء من الأعلاميين المحنكين كان لي الشرف أني عملت مع أدريس دقيق مع أسماء ثقيلة في الإعلام وأن يقول لك بشيري محرز ولكن لما يكون ميولك وتركيزك منصب على عملك أكيد بأنك ستتميز وذلك التمييز لن يمر مرور الكرام عن المسؤول المحترف فالحمد لله لما بدأت قلت بأني كنت ممرس نوعا ما لما كنت هاوي ومذكر التخرج كانت في الموتائقي دخولي كمعلق أثار انتباه المسؤولين تصوري أني شاركت في مباشر وأنا في ثالثة جامعي لما طلب مني حسن جابر أني أساعد زميل دريس دقيق في بطولة أو في دورة دولية للجودو بملعب بالقاعة البيضاوية سنة 2005 أو 2006 فأطلع المباشر مع اسم تقيل مع يجب أن تكون الصعوبة في التنافس أكيد أنت تريد أن تكسب ود الجمهور وتريد أن تقدم للجمهور أفضل ولديك أسماء كبيرة أمامك تنافسها لأنه عندك الأستاذ محمد جمال عندك مسعود تشيشا عندك سامي نوردين عندك حافيد شايب عندك معلقين من الشرق والغرب الزميل كذلك كريمة ايتعتمان ووجب أن أنافس رغم أنهم ربما أكبر مني سن أنه في بعض الحياة خبرة إلا أني علي أن أفرض نفسي من خلال عملي من خلال طبعا علاقاتي وتربيتي لأنهم هم من يفسحون طريق أنت صحفي مبتدأ صغير مع آخر إعلامي ربما يفوق كاست سنوات في نتحدث على كارين وخمس سنوات الإعلامي الآخرين فارق السن وبالتالي مفروض عليك أنك تحترم هؤلاء وتتعلم منهم لا أقول وجهتني صعوبات يجب أن أقول بأن تلقيت الدعم من زملائي حاولت من هنا أكيد على مراحل وأنا أريد ذلك يعني لا أريد أن أصل إلى مبتغايا بين ليلة وضحاها لا أريد بمجرد دخولي أن أكون في القمة أريد أن أسعد الدرج درجة درجة لا أريد أن أستبق وفي بعض والفرصة ستأتي وبالفعل أتت الفرصة من دون أن أحاول أن أقفز أو أن أتجاوز باحترام والحمد لله الحمد لله هل سبق لك أن أعلقت يعني في باقي الرياضات نقوله في الهوند يعني أبر كورت القدم هل سبق لك التعليق في هذا فعلا لما تدخل التليفزيون أو القسم الرياضي عليك أن تكون ملم أنت صحفي رياضي أنت صحفي رياضي وليس صحفي في كرة القدم وبالتالي الصحفي عليها أن يكون عفوا ملم بباقي الرياضات أي نعم أنا اختصاصي نحب كرة القدم لكن هذا لا يمنعني ولم يمنعني بالتعليق على الملاكمة في بداياتي وعلقت على بطولات إفريقيا للملاكمة علقت لما كان بن قسمية معلقا قوي حيس محمد بن قسمية كان يدير صارت في الملاكمة علقت في البطول الوطني الملاكمة وبإمكاني أن أعلق في الملاكمة وحتى في رياضات أخرى فيما اختصاصي في كرة القدم ولكن رسالتي ربما الجيال القادمة من زملاء الصحفيين أنه يكون متعددية لاختصاصات لأنه لما تأتي دورة ألعاب أولمبية أو دورة ألعاب متوسطية أو دورة ألعاب عربية فيها العديد من الرياضات وهو الذي حدث مؤخرا في التليفيزيون الجزائري كنتم مشاهدون عدة اختصاصات تبت وبالتالي لازم لها صحفيين للتعليق لماذا بلال المعلق الرياضين القوة يميل غالبا إلى التعليق أو التعليق على مباريات كورت القادمة على الرياضات الأخرى يعني نحن في التليفيزيون عندنا معلقين تا كورت اليد وعندنا معلقين تا جنباز وعندنا معلقين كانوا معلقين تا تا سباحة وباقي الاختصاصات وكورت السلة والآن الجيل الحالي من الصحفيين سيعملون على هذا وهذا هي استراتيجية القسم الرياضي والتليفيزيون الجزائري أنه تكوين معلقين في اختصاصات أخرى أما ما يلهم لكورة القدم فهذا راجع لشعبيتها ربما الشعراء والشعبية رأي في كورة القدم ولكن حتى الاختصاصات الأخرى ونشاهد بأنه اليوم الاختصاصات تشرف الجزائر وتمنح الجزائر الدهب وشهدنا ريادية الجنباز الصغيرة كيلين مور وكذلك يمنخلي في الملاكة وكذلك سجاتي في ألعاب القوى طالما شرفت ريادة ألعاب القوى الجزائر الألعاب البرالامبية بريادينا وبالتالي هذه الرسالة هي التخصص في باقي الاختصاصات حتى نمنح هذه الرياضات حقها ليس فقط كورة القدم أي نعم كورة القدم تفرد نفسها ومنطقةها كريادة شعبية ولكن هذا لا يعني أن الصحفي لا يكون ملم باقي الرياضات الجمهور الرياضي يعني شافك علقت على العديد من المباريات مباريات الرابط المحترفة الأولى لكن اليوم أنا والجمهور الرياضي رأنا حابين نعرف فريق القلب لبلال بناري الفريق القلب بالنسبة لي شافية وهذه سأعطيها لك هكذا مباشرة أنه المنتخب الوطني ولكن فيها صدقيني المنتخب الوطني في القلب وبعد ذلك تأتي النوادي وتمتلها القري مهما كان نادي الجزائر الذي يمتلنا قريا وأتبت هذا والحمد لله في مختلف المنافع سواء مع وفاق سطيف ومع شبيب القبائل ومع النادي الرياضي القسنطيني ومتحال الجزائر مع المولدية مع السياربي أنا مناصر في حدود المعقول يأتي النوادي بمعنى أقول الحق أما عن لحبي تدري مشكلة مع الجمهور فريق القلب ربما لما تكون صحافة تحدث على إسبانيا ناخد مثال دوري لإسباني فيه معلقين لنادي برشلونة ومعلقين ريال مدين نوح نحن ليس هكذا نحن تليفزيون عمومي تليفزيون شامل علينا بالحيادية ومع كل أبناء وطننا العزيز هذا لا يعني أني لا أحب ذلك الفريق ولكن تحب ذلك الفريق أنت كمعلق لها في قلبك لا يجب أن تفصح بها الحيادية والاحترافية والمهنية هي المبادئ التي تمشي عليها نقول الفريق الذي نصرته سابقا ربما رأيت أتر عليها لا أقول فريق هذا منحني فرصة أني سابقا أنجزت عليه مذكر التخرجي وفقد تهموا الجامعة وبحثوا في الأرشي ولكن الآن أنا أحيي كل الفرق سواسية عندي حبيث تقول لي أنك تحب كامل الفرق الجزائري بكل صراحة أنا على بالي الفريق الذي تشجع حتى وقلت سأكذب الفرق عندي والله سواسية وتفاعل مع المباريات بعفوية وبعاطفة والفريق الأحسن الذي قدمني الأداء الراقي من خلال التعليق وأقول لي من أحسنت أحسنت فقط وهذا لا يعني أنني لا أحب الفرق الأخرى ومن خلال الفرق العالمية شكرا والله في العالم العديد من نوادي حتى نقول بأن الفريق الذي مناصره لأن أنا في قادم الزمان كنت مناصرا للبيغ ميلان وأنا صرت المان سيتي وحاليا ولكن غابوا عن الأضواء وهذا لا يعني أني لم أناصر معهم ريال مادريد لأن الريال كان يعاصر ملك الكرة العالمية 15-15 كان حاضر في كل مرة بمعنى يترك المجال عام عام ثم يعود يحضر وبالتالي هذه نقد نقول أنا مناصر لريال مادريد وأحترم كثيرا بارشالونة حتى أنا أناصر ريال مادريد يعني فريق الألقاب والملقب بالملك إذن سؤال آخر بلال فيما سبق تعرضت لهجوم شريس حتى أنهم اتهموك نقول أنصار الفرق الجزائرية اتهموك نقول بالجهاوية ربما ما فهموكش يعني كيفش كان تردد فعلك كيفش تعاملت مع هذا الوضع والله فعلا يعني اليوم يا أختي الكريمة في عالم الإعلام في عالم وصائل التواصل الاجتماعي أصبحت المهنة أكثر صعوبة لأننا متاحين للملاحظة وللانتقاد من من جاء يعني حتى لا أقول من من هبى اليوم أرضاء الناس غايلة تدرك والنوادي الجزائرية وأنصارها أنا أعلم درجة حبها وانتمائها وتعلقها بألوانها ليس من الصعب أنك تردي هذا المناصر وأنصار هذا النادي وبعدين تردي أنصار هذا النادي ونحن لا نبحث على أرضاء هؤلاء الأنصار على حساب هؤلاء اليوم نعطي مثال يلعب فريق من الأقسام السفلة خليني نقول شباب الزاوية مع شباب الوزداد شباب الوزداد فريق كبير فريق عريق تعفوا بألقابه وبطولاته ومشاركته القرية وأسمائه وجماهيره وتقافته لغير دائما وتتويجاته نعم منهنئهم بالمناسبة بمناسبة النشيد نعم نشيد الفريق نعم يلعبوا مباراة في الكأس واليوم شباب الزاوية هذا اللي ما عندوش ربما نفس الألقاب والبطولات والأسماء التي مرتها المنتخب الوطني يقدم في أداء راقي أمام شباب الوزداد هل بطولات شباب الوزداد وتاريخه تمنعني من أن يقول الحق في حق شباب الزاوية ولا يقول شباب الزاوية يمتع وشباب الزاوية يلقن درس وشباب الزاوية يقوم ويفاجأ الجميع أنصار شباب الوزداد سيفهمون ويقولون والله عندو الحق وفريق رائع وسيحترمون ويصفقون ذلك هو الذي يحدث مع المعلق في بعض الأحيان نوادي من المحترف فريق يقدم الأداء الرقي وجب أن نشكره على ذلك الأداء وعلى تلك المتعة وعلى ما يقدمه والفريق الآخر إذا كان خارج الإطار نقول اليوم الجمهور ربما من أكترة تحب الفريق ويتحسس ونحاول أن نكون حيادين والحيادية لا تقتضي أنك لا تقول الحقيقة نعم في بعض الأحيان نقول الحقيقة ولو أنها توجع توجع الجمهور يفهم بعد ذلك يفهم ويقول نعم حادثت العديد واتهمته ولكن هذا القموص غير موجود أحترم كل نوادي أدرك أنا منهم أدرك بأنه كل فريق في ربع هذا الوطن عنده أنصار ينتمون له وعنده ألوان الأنصار أولئ يحبون وبالتالي ليس من حقي أني نقص من قيمة أي ناد في أي مكان وهذا هو مبدأي من خلال التهليق على المباريات كيفش يعني كنت تحس لما كانوا يتهموك بمثل هكذا التهامات معليش هي اليوم كما أشرت في بداية الجابة على هذا السؤال قلت بأنه وصائد تواصل الاجتماعي اليوم الكل ينتقد والكل يقول ولكن علينا أن نتقبل الانتقاد وفي بعض الأحيان السب والتجريح نعم السب والتجريح نتعرض له ومع ذلك لا يجب أن نلتفت ولا يجب أن نرد نحن إعلاميين نقوم بواجبنا والواجب هي في مهنة المتاعب لا يقتضي بأننا نجد طريق مفروش بالورود أو أنه تجد إلا من يشجعك بل بمختلف الأطياف وبمختلف الفئات والفئات السنية الموجودة مثلا في فيسبوك أو في الأخر ستواجهها وما عليك إن جاءتك الملاحظة التي قاسة صميم وتقول لهذا عنده الحق فيما تفضل به فعليك أن تصحح مسارك وتأخذ من العارفين والمختصين والخبراء وتأخذ بتلك الانتقادات حتى تمشي في الطريق الصحيح أما السب والتجريح والانتقادات الهدامة فلن تتني من العزيمة وسنواصل للعمل إن شاء الله لأنه أساساً أختي أصلاً لن تصل لأرضاء يعني أنك تصل لأرضاء الجميع فهذا شيء خطير أكيد لو كان نقول لك يعني وجه رسالة إلى طلبة أو طلبة الجامعين اللي راهوا مقبلين على التخرج باش باش يولوا صحفيين حتى صحفيين صعيدين وش تقولهم كرسالة والله برك الله وفيك سؤال رائع لأقول لهم أنتم صحفي المستقبل يعني أنتم بما أنكم درستم الإعلام فهذا يعني أنكم مشروع صحفي بعد سنوات بعد ثلث سنوات أو بعد أربع سنوات الإطلاع هي السيمة التي يجب أن يتسم بها أي صحفي أنت صحفي ريادي ليعني بأنك لا تعرف ما يحدث في السياسة وما يحدث في الاقتصاد وما يحدث في الثقافة وما يحدث في الفن التكوين من خلال ثقافة العامة تلك يجب أن تكون تملك رصيد ثقافي كبير لما نتحدث على الإطلاع مثلا أن تتعلق في نهاية كاس العالم أو في نهاية كاس العالم تحدث عن المعلقين لأنه ليس معلم قد يمنح لك المخرج المباراة شخصية سياسية عالمية إذا كنت مطلع أكيد بأنك تعرفها وتقدمها للجمهور أما أنك ما تقولهاش وما تعطيش الاسم فهذا شيء محرج بين قوسين لأنك وجبان تنقل للجمهور ولو أنه في بعض الأحيان ليس تتغير ملامح الشخصيات التي تظهر من خلال المباراة خاصة العالمية نبقى في مواقع تواصل الاجتماعي ويعني بلال منذ مدة فقط كتبت عنك إشاعة عبر مواقع تواصل الاجتماعي قيل فيها أنك كنت رح تنتقل إلى أحد القنوات الكبرى المتواجدة في دولة قطر لكنك بعدها كذبت الأمر سؤالي بلال هل تنوي مستقبلا عفوا مستقبلا الانتقال إلى إحدى هذه القنوات الكبرى مثل نقوله بيان سبور أو قنوات الكأس تعلمين بأن التلفزيون الجزائري هو المدرسة بأن التلفزيون الجزائري هو من كون العديد من الأسماء التي تصنع أمجاد قنوات عربية الإعلامي الجزائري مميز مع نضرائه الإعلاميين العرب باللغة وبأشياء كثيرة أنا في التلفزيون الجزائري الذي منحني فرصة التعليق على المباريات أنا أعتبر نفسي حامل المشعل التعليق تعليق على مباريات البطولة شرف والتعليق على مباريات المنتخب الوطني وسام على صدري والتعليق على مباريات النوادي الجزائرية كذلك وأعتز بهذا وأفتخر خاصة لما تكون القناة التي تعمل فيها هي القناة كل الأمة الجزائرية أما ما تحدثين عنه عروض مع عروض فهذا يبقى كل شيء بمكتوب الله يعني لا تدري نفس بأي أرض تموت ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا بمعنى لا أجزم في هذا أما الآن فأنا أعتبر نفسي مع زملائي أن نحمل مشعل التعليق وأننا نتقدم إلى الأمام ونعطي الأفضل ونمنح التليفزيون التي منحتنا الفرصة أفضل صورة في التعليق رغم ما يأتينا من ضربات من هنا ومن هناك ومن كذا وكذا إلا أننا إن شاء الله نحاول أن نكون في مستوى هذه المؤسسة العريقة التي ربت الأجيال يعني لا تريد التغير قلت بأن لا تدري نفس ماذا تكسب غدا نحن في التليفزيون نحمل المشعل الإعلامي والريادي ونرافق مختلف الرياضات ونرافق مختلف النوادي والمنتخب الوطني فالحمد لله الأمور المشي في الدنيا هذه ليس فقط الأمور المادية يعني لما تكون أبناء وسط أبناء شعبك وأبناء بلدك وأبناء يعني هذا شيء جميل جدا والله هذه لا تشترب بالأموال أكيد فالحمد لله بكل صراحة هل أتتك عرض ندورنا ونرجع لك إلى نفس السؤال أنت تسرين نعم أنت تسرين على هل تأتي العروض للعمل في التليفزيون الجزائري يمنح لك الفرصة أنك تعمل في أي قناة تليفزيون الجزائري يكون يعني فهمت أنك أتت نعم يعطيك الفرصة أنك تعمل في أي قناة اليوم تليفزيون نعمل أنت سبق وأن شاهدتني أقدم نشرة الأخبار وسبق وأن شاهدتني أقدم بلاطوهات وسبق وأن شاهدتني أقوم بمباشر من مختلف الأماكن وسبق وأن سمعتني أقوم بالتقرير كنت واجد أي عرض من العرض يمكن أن نقول لك ما هي أهدافك وطموحاتك مستقبلاً هذا ما أردت قوله قبل لحظات أني هدفي وطموحي أني أحمل هذا المشعل وأكون في المستوى رغم الضربات ورغم الانتقادات الهدامة ورغم ورغم نريد أن نقدم الأفضل وأن نتبت لهؤلاء بأنه رغم المطبات والصعوبات والأمور لما تأتي بالصعوبة وبالمطبات وبالسقوط أنه جحلوها وبالتالي دائماً أننا نضع مؤسستنا في الرياضة مثل ما هي مثل ما أكثر من ستين سنة منذ استرجاع السيادة على هذا المبنى مبنى شارع شوالي فيما تذكرك سنة الفين واثنين واشر 22 22 مباراة الفاصلة بين الجزائر والكاميرون نعم في البوليدة قبلها كنت أعلقت على مباراة الذهاب كنت حادراً في المباراة العربة فحل يعني في مباراة الذهاب سأقول لك شيء قبلها أتذكر في شهر مارس هنا في البوليدة قبلها كنا في الكاميرون بملعب جابوما وكان سقوط المنتخب الوطني بعد التتويج بكأس إفريقيا 2019 جاءت كاسم أفريقيا في الكاميرون حمل لقب خرجة بتلك الطريقة وسقط على ملعب جابوما بواحدة من الظهور السيء للمنتخب الوطني ربما خروج بأننا خرجنا بنقطة وحيدة وكانوا يتأهلوا ثلث منتخبات عن المجموعة كانت ذكرة سيئة مع ذلك المنتخب الوطني في التصفيات لما وقعته القرعة مع منتخب الكاميرون عادي لملعب جابوما والإخوة في الكاميرون اختاروا ملعب جابوما حتى أني كنت بالكاميرون وطرحت السؤال على إيطو الساموال في ندوة صحفية قبل نصف ميائي بين مصر أعتقد الكاميرون كنت له المباراة الفاصلة ستواجهون الجزائر هل تلعبون بملعب أولمبي بالعاصمة وأنكم ستنقلون إلى ملعب جابوما وجابوما الأرضية سيئة والرطوبة لا أقلي لا يهم لا يهم الإخواتنا الجزائريين سنختار لهم الأحسن وبالتالي اختار فعلا الأحسن يعني إخدانا جابوما حتى يفكرنا بتلك الذكريات قبل شهرين مع ذلك نهض المحارب وأنا علقتها المباراة وقلت بأن المحارب ينهض وفزنا بأدف مقابل سفر أكبر المتشائمين لم يكن يتوقع سيناريو العودة في ملعب مصطفى شاكير كيف تجرعت الإقصاء إقصاء في تلك المباراة التي كنت حادم فيها ما عني شعرت والله أعتقد بأنني قمت بعمل فيديو هكذا سيلفي لما سجل توبة تساعدت ولكن أوقفت الفيديو قلت ما زال ما زال الفرحة قلت مع نفسي الفرحة ستكون بعد الصافرة النهائية ولكن ذلك لم يكتب لأن إي كان بي خطف من الفرحة بهدف قاتل أشعر ببرودة تقدر تقول كل الجزائريين تقدر تقول أنها كانت أسوأ ذكرة أكيد أكيد أسوأ ذكرة من ناحية في مشوار المتواضع تلك المباراة كانت تعني تأهل المنديال كانت تعني كنا على قابة قوسين كنا فوزنا في الذهاب فوزنا في الذهاب كان عندنا آمل وبدأنا المباراة كنا قد نفوز بثلاثة سفر في العشرين دقيقة الأولى ظروفها إلى غير ذلك حتى حتى أننا وجدنا نفسنا نخرج أمام أضعف نسخة لمنتخب الكاميرون مع احترامات إليه فاز علينا واختفلنا التأهل في مونديال قطر الذي كان سيكون استثنائي في دولة شقيقة وعزيزة وفيها العديد من الجالية الجزائرية كان سيكون ولكن الخير فيما اختاره الله مع ذلك طوينا تلك الصفحة والآن المنتخب الوطني حول الله بخطة ثابتة إلى المونديال يعائدين بلال خلاص يا ربي خلاص خلاص يا ربي خلاص خلاص يا ربي خلاص نعم كم استمعت أولئتي العبارة أصبحت علامة مسجلة باسمي على ما أعتقد خلاص يا ربي خلاص حكينا لها شوية يعني كيفاش نسيت روحك وعلقت بتلك الطريقة لما أنسى لوحي شكو قال لك نسيت روحي ما نسيت روحي ما نسيت روحي عبارة خرجت من القلب ونابعة من أعماقي قلبي لأنه كما أشرت في هذا الحديث قلت بأنه لما علق المعلق على نادي جزائر يمثل الجزائر والمنتخب الوطني يتحول إلى مناصر مع مراعاة بعد الحقاق اللي لازم يقولها أنا علقت على مباراة ممثل جنوبنا الكبيرة شبيبة الصورة نعم تعدل النتيجة مباراة كانت من دون جمهور وفي وضح النهار هكذا في مباراة شبيبة الصورة خلتني نعيش معها بمشاعري لأنها كانت مسيطرة على كامل أطوارها محاولات متكررة في كل مرة على الجهة اليمنى واليسرى حارس الفريق الإفواري كان يرد الكورات القائمة العارضة ترد حكم المباراة لم يكن نزيها لأنه ألغى هدف فعلا هدف كان في وضع التسلل ببداع سنتيمترات ثم ألغى هدف لم يكن متسللا في الشو الثاني استمر نفس السيناريو وشبيبة الصورة لم تعدل النتيجة بعد سجلت هدفا من وضع صحيح لم يحتسبها ضرم تحكيمة في اللحظات الأخيرة ركلة جزاء لمست يد وأنا أعلق لم يحتسبها حسبي هدف ركلة جزاء مجزارات حكمية في سياق حديثي وشعرت بالإحباط والذلك الظهر الاستياء من حكم لم يحتسب هدفا ولم يحتسب ركلة جزاء قلت خلاص هذا الحكم هكذا هذا الحكم لم يمنحنا حقنا لأننا حاولنا سجلنا ولم يحتسب بركلة جزاء لم يأتيقنت بأنه حقرنا جاء من أجل عدم السماح لنا بالمرور في ذلك السياق كنت أقول خلاص خلاص يا ربي من هذه المباراة المتعبة لأنه في ذل هذا كان القائم يرده العالدة وأنه بمشاعري سددها لعب شبيبة الصورة أعتقد بأنه حاميا أو عمر ملال خلاص يا ربي خلاص ضربها بقوة دخلت دخلت ضربت في العارض المخرج ولم يحتسب العبارة التي كنت أعلق بها عما سبق هي التي صاحبت تلك التسديدة التي دعبت قوية وفي غياب الجمهور لم يكن سخب جماهيري حتى ما تكون العيطة كما نقول هنا بالعامية واضحة فخلاص يا ربي وكانت أبكي دخلت الكرة ولم يحتسب الهدف خلاص بها طريقة عشت المباراة بمشاعري مع إقراري بأن خامات الصوتية زادت عن اللزوم نوع عن ما أنا كمعلق علي لا أتجاوز بخامات الصوتية مستوى حتى لا يتغير تتغير نبرة صوتي وتبقى نبرة صوتي في ذلك اللقطة جازت هي الوطنية اللي خلات لم يكن جازت ومع الجمهور ما كاش ما كاش صاخب جمايري كانت واضحة للجمهور والجمهور الآن العالم الميمز 30 ثانية تأخذها وهذا هو المستوى التالي وخلاص يا ربي خلاص الحمد لله خلاص يا ربي خلاص 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 يا ربي خلاص والحمد لله مازال هناك العديد لما نتحدث على هذه قتلك بأنها عفوية وبأنه سيرورة المباراة إلى غير ذلك ولم أندم عليها والله تلقيت التهاني من إدارة شبيبة الصورة على صرخة الضلم وعلى الوطنية وعلى تسجيعهم وبإمكانكم أنهم تسألون الزرواط الذي قال لي هل أرسلك التهنئة هل أقتل لا تهنين إلى شيء الأمور رأي ميمز وفيسبوك معليش شكرا على وقفتك ولكن تبقى ثلاثين ثانية من ساعة ونتسعين دقيقة فقط ليس بذلك يمكن أن نحكم على مستوى أي معلق وهذه تحدث مع كبار المعلقين ويعتدرون في بعض الأحيان ولكن ما عليش نحن نتماشى مما هو موجود في عالم يعني واجهت عالم الميمز حتى التنمر ككل باقي المعلق سواء في العالم العربي أو حتى عالميا حتى نحن نواجه التنمر نواجه الميمز قل بلال كيف تتفادى هذه الأشياء شوفي يا أختي الكريمة لا يمكن أن أتفادى أنا لا أعمل من أجل أن أتفادى أنا أعمل بضميري أكيد عندي مباراة واجبان أحذرها عندي مباراة نحضر أرقامها نحضر تاريخها نحضر تاريخ المواجهات إلى غير ذلك ذلك هو عملي وفي بعض الأحيان تحضر ثلث صفحات أو أربع صفحات وسيرورة المباراة لا تمنحك الوقت لأنك تعطي ذلك التاريخ وتلك المعلومات وهذا شيء معروف أما أن أتفادى زلة لسان فلا يمكن أنا بشر أنا بشر لا يعني حبت نقول كيف تتفادى ما يحدث في موقع التواصل الاجتماعي فهمتني لا يمكن أن أتفادى اليوم نحن في عالم وصائد التواصل الاجتماعي هم أحرار لا يمكن أن أقول ربما أحرار يكتبون ويعلقون ونحن كأسماء عمومية علينا أن نتقبل وعلينا أن لا نرد وعلينا أن نواصل ونحاول أن نطور من نفسنا ونحاول أن نحسن من أداءنا ونحاول أن نخذ بملاحظات العارفين وبانتقادات الخبراء والتوجه نحو الأمام لأنه لو في كل مرة تلتفت وفي كل مرة تبقى تلتفت لهذه الانتقادات اللادعة والسبب والتجريح فأكيد بأنها ستنال من معنوياتك وتنال من نفسيتك وتنال من مجهودك الفكري والبدني ولن تستقوى على المواصلة إن علقت على مباراة وأخطأت في تقديم معلومة بكل شجاعة أخرج بعدها وأعتذر لما أعطي رقم خطأ أو معلومة خطأة وجل من لا يخطأ أعتذر ومعدر منه سبق وأن حدث هذا أما عن الطريقة إلى غير ذلك ونحن لا نحبد وكذا وكذا فهذه لا يجب يجب الاستمرار وفقط ومحاولة أنك تكون في المستوى وتعمل النقد لذاتك لوتو كريتيك قبل أن يعمل لك ذلك وتحاول أن تطور في نفسك من مباراة لأخرى فهكذا والاعتذر من شيئا مالكبار نعم إذن بلال أقول لي لما تكون عندك مباراة مثلا اليوم أو غدا عندك مباراة كيفش يعني تشد ورقة وستيله وتبدأ تحضر أو يعني تروح مباشرة للمباراة وتبدأ تعلق يعني يحكينا نتعقول لك نعم اليوم لما نعلق على مباراة البطولة أنا عندي سنوات ونعلق على البطولة نعرف المولودية ونعرف الاتحاد ونعرف تاريخ المولودية نعرف المولودية وألقابها ونعرف المولودية وتاريخها هذا شيء معروف علينا الآن ببداية الموسم الاطلاع على الاستقدامات اللعبين من أين أتى اللاعب تحضير المعلومات عن اللاعب بعض الأمور التي يجهلها المتابع أنك تنوره مثلا هذا اللاعب الذي سبقه وأنه شطه في نادي نقوله جاء من أوروبا أو لا لعب في مينواصي تخليها في مينواصي وهذا اللاعب في مينواصي اليوم ونبعد تعطيه المعلومات تقول بلي لعب في الرديف أو لعب في صنف من الأصناف تلقى تكوينه تعطي المعلومات التي تهم الجمهور هذا من ناحية التحذير أما من ناحية المباراة والوصف في بعض الأحيان رتمها ونسقها العالي الذي يشبه مباريات الدوري الإنجليزي في فأة الأحيان فالعفوية تجبر كا يا عدلان قديورة تعالى وقاعد اكتشاف مباريات الدوري الإنجليزي في الدوري الجزاري ربما هذه العبارة أيضا أحدثت ضجة عند الجمهور وأنا قلتها هنا تدخل في التعليق والتفاعل مع المباراة اليوم موسى مر الكرة العيسى وعيسى مر الكرة العبد القادر فهذه أنتشاف يلستي معلقة في كرة القدم بإمكانك أن تقولها التعليق اليوم كما نقول دائما هو تحذير أكيد وذكاء وسرعة بديها ودقة ملاحظة وعبارات رنانة وعبارات بإمكانك أنك تكسب بها الجمهور فما الضير وما الضير في أن أقول لعدلانك ديورة نعم في بعض الأحيان الأجواء الخرافية التي يصنحها أنصار نوادينا أفضل بكثير من الأجواء التي نشاهدها في الدوري الإنجليزي لماذا في إنجليزي؟ طرح وكأنك في مصر تشاهد المباراة وتسفيقها تسفيقات ومباراة لكل أمي فيها أنصار نوادينا اللواحات والتيفو والأهزيج إلى غير ذلك وفي مباراة أخرى ولما تحدثوا عن المباراة المباراة لما لا تتوقف وتكون فيها الأهداف فالدوري الأكثر تهديف هو الدوري الإنجليزي وهو ما جعل لي أشبهه في الدوري الإنجليزي عنه المستوى الفني للبطولتين حتى المادي رأى فرق كبير اليوم البطولة الإنجليزية هي الأقوى والأفضل في العالم لأنه فيها استثمار عطوة أموال إلى غير ذلك سنة 2019 يعني من مننا لا يتذكر سنة 2019 أنت فاش تفكرك 2019 فعلا واحدة من المحطات الرائعة والجميلة والتي أفتخروا واعتزوا بها وأتذكرها لماذا؟ لأنني كنت شاهدا على تتويج المنتخب الوطني بالنجمة الثانية نعم بالنجمة الثانية بعد طول انتظار قاربت 30 سنة ثلاثة عقود 29 سنة بالتمام والكمال ومن أرض مصر الحبيبة وبـ 24 منتخب أننا عدنا بعد طول انتظار وأنا شاركت يعني وحضرت تلك اللحظات فذلك شرفني كثيرا وبقي في ذهني بلال كنت يعني عملت من سنة 2007 قتلي في أولى بدايتك حتى يعني إلى يومنا هذا كان لك الحظ وتعاملت مع الكثير من المدربين على غرار الشيخ ربح سعدان غور كيف حالي لوزيج ليجابنا النجمة ثانية جمال بالماضي ربح ماجر سؤالي من هو أفضل مدرب تعاملت معه خلال تلك السنوات والله لما أنت تحددت على مدربين كبار مدربين لم يتركوا فقط بصمتهم على الساحة الإفريقية وإنما الساحة العالمية تحددت وحصرت أسماء هؤلاء المدربين دعيني أوجي لهم تحية كل بسمه ولكن كل عمل في فترته وترك بصمته شيخ المدربين ربح سعدان أعادنا من غيابات النتائج السلبية من غيابات الجب ربح سعدان بعدما كنا لم نتأهل إلى كاس إفريقيا 2006 و2008 جاء وقادنا إلى المونديال بعد 24 سنة من الغياب آخر المونديال شاركنا فيه قبل ما يجي ربح سعدان سنة 86 كان هو بعد ذلك 24 سنة من نتأهل جاء ربح سعدان بمكان يملك من إمكانيات ومن تشكيل أهلنا في ملحمة كروية تبقى خالدة وتاريخية أمام واحد من أقوى المنتخبات بل أقوها إفريقيا ربح سعدان فاز وتأهل أمام منتخب كبير ومدرب كبير وهو المنتخب المصري فأعادنا إلى الواجهة سنة 2009 ثم تاهلنا إلى المونديال ولعبنا المونديال بالتالي الروح المتواجدة عليها اليوم المجموعة هي استكمال لما قام به ولو أنه جبنا نتحدث عن المنتخب الوطني من منتخب جبه التهرير الوطني إلى الجيل الثمانينات وجيل التسعينات لما حصرت سؤالك بين هؤلاء المدربين ربح سعدان و علي وزيج وبركيف وبالماضي أقول بأن ربح سعدان أعادنا إلى الواجهة علي واصل العمل الذي قام به ربح سعدان كان له تعثر وتأهلنا إلى المونديال أيضا وتأهلنا إلى الدور الثاني كيف اعطانا طريقة لعب كبيرة المنتخب الوطني أصبح بتيكي هكذا يقول العارفين يعني كنا نسجل أهداف كثيرة ثم غادر ربح معجير تجربته مع المنتخب الوطني لم تكن طويلة ولم تكن ربما في ذلك الطموح الذي كان ينتظره الجمهور فأتر جمال بالماضي الذي عرف كيف يعيد شحم لعبيه وأهدا الجزائر هو الآخر النجمة الثانية بعد تقريبا 30 سنة وهكذا هي سنة الحياة لو دامت للأول لما وصلت لبيتكوفيتش بعد جمال بعد تعثرات وجب التغيير فجاء التغيير والآن بيتكوفيتش هو على المدارب الجديد نعم المنتخب الوطني في الطريق الصحيح سواء في تصفيات كاس أفريقيا أو في كاس العالم وجب الوقوف خلفه من أجل تحقيق المبتع كنا وبالتالي ربما لو نخير كل عنده إنجازه يعني بالنتائج ربح سعدان أعادنا إلى المونديال ولعبنا أيضا نصف النهائي حالي نسوج أهلنا المونديال ولعبنا الدور الثاني ربح ماجر لم نحقق ربما ذلك الإنجاز ولم يلعب هو منافسة قرنية بالماضي جابنا كاس أفريقيا وتعثى رفتاه لكاس العالم ونتظر إن شاء الله التوفيق المدرب الجديد فكل ووقته كل ولستم أهل ربما للحكم على مستواهم ولكن النتائج التي تتحدث عن نفسه بالمناسبة نتمنى للتوفيق وللمنتخب الوطني الجزائري من خلال الكواليس كنت حدثنا على الألعاب الأولمبية قلت لي أنك كنت يعني متواجد في باريس لا في باريس لا علقت من التلفزيون الجزائري نعم علقت من التلفزيون الجزائري على ربع نهاية مصر ومنتخب الباراقواي يعني كيف كانت التجربة نعم يعني كما شرت أختي الكريمة التلفزيون دائما ما يحرص على الحصول على حقوق البت هذه المنافسات يعني مجهودات كبيرة تبدل في الخفاء من أجل حصول على سواء تصفيات كاس إفريقيا أو نهايات كاس إفريقيا أو نهايات كاس العالم الألعاب الأولمبية التي كانت لدينا أيضا حقوق البت فيها وكانت عندنا مباريات كرة القدم والأشقاء المصريين تابعوها ولأنه كان المنتخب المصري الأولمبي كان يشارك في هذه النهايات تابعها من خلال تلفزيوننا وقناتنا السادسة فعلقت على مباراة من مبارياته أمام باراقوي كانت صعبة فتفعلت ووقفت إلى جانب وهذا أقل شيء يمكن أن نقدم لأخوة في العروبة وفي الإسلام فهذا أتلجى صدورهم وأسعدهم كثيرا وشكروني وسحيدوا وأنا فرحوا بزر فرحوا وأنا قمت بواجبي وأتمنى لهم التوفيق طبعا وللحديث عن مستوى المنتخب الوطني الجزائري بتواجد المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش لو نقول لك كيف ترى مستوى منتخبنا حاليا بقدوم هذا المدرب ما نقول لكش نحكم عليه ولكن عنده يعني مباريات معتبرة يعني حوالي ست مباريات تلعب نعم فهذا في أربعات عادلة في مبارات وإن هذا ما في أول مبارات السؤال الآن لك يعني نتائج في صالحه هكذا هكذا يعني لو نتحدث من ناحية النتائج هو تعطر في مبارات أولى في تصفيات كهس العالم الحكم عليه في ست مباريات من غير المنطق ومن غير العدل المدرب هذا بيتكوفيتش قبل أن يحضر إلى الجزائر أكيد بأنه درست العديد من السيارة الداتية مدرب قلنا بأنه مر على لاتسيو روما ومدرب وندرب المنتخب السويسري وكان أنجح مدرب مرة على المنتخب السويسري بوصوله إلى ربع نهائي كاس العالم وحتى كاس الأمم الأوروبية فاز على منتخبات عتيدة ولكن لما يأتي إلى الجزائر تعرف بأننا 40-45 مليون مدرب الكل يدلي بدلوه والكل ينتقي حتى جمال بالماضي وقال أقل لك نحن في الجزائر 45 مليون اليوم هذا المدرب بدأ بطاقم فني وفي طريق صحيح حق نتائج إيجابية متصدر مجموعة المونديار ومتصدر مجموعة كاس أمم إفريقيا فاز في خارج الديار يجب أن نقول بأننا كنا نتعب من أجل الفوز في إفريقيا فأصبحنا نفوز براحة أما آخر فوز في ليبيريا بتلعتها قبلها وفي وزنبيق وبالتالي النتائج في صالحه وهو في طريق الصواب ونتمنى له كل التوفيق والمبتغ التأهل لكاس أمم إفريقيا والتأهل طبعا إلى كاس العالم وبالنسبة للبطولة الوطنية هذا الموسم سنرى منافسة قوية شريصة بيننا نقول حوالي أربعة أو خمسة أندية كمولودية الجزائر التي قامت باستخدام الموسم شباب شباب الوزداد شبيبة القبائل حتى مولودية وهران اتحاد العاصمة خلينا نزيد نقول قسنطينا شيء جميل جدا يعني عندك نوادي مثل هذه كلها تقريبا في نفس المستوى وبنفس الإمكانات المادية تقريبا هذه النوادي التي أعلمتها شركات وطنية ونتمنى أن تصل هذه الشركات لباقي النوادي المحترف في القريب العاجل وتحصل على الدعم إن شاء الله وسيصلها لأنها شأن شأن بعض النوادي في قسمها الثاني تحددت عن استقدامات نوعية بعودة عناصر دولية في صورة سليماء نعم في شباب دولور في المونودية رياد بودبوز وشابيب القاباء مصطفى زغبة كل هذه الأسماء التقيلة تزيد من مستوى الفني للبطول هذا من ناحية الفرق يعني شيء آخر سيزيد من التنفسية ومن يعني الإشهار لبطولتنا هي المنشآت الرياضية التي أصبحت في خدمة الشباب وفي خدمة هؤلاء اللعبين ملعب الراقي نتحدث على ملعب المجاهد الراحل حسينة يتحمل ملعب ميلود هدفي اللعب الدول السابق عيدن الراحل والشهيد علي لابوانت وكذلك براقي نالسون منديلا ببراقي إضافة لملعب خمسة جويلية ثم ملعب شهيد حملاوي كلها منشآت ريادية من أجل التسويق للبطولة سواء من ناحية الفنية ومن ناحية الفرجة لذلك أعتقد بأن هذه النوادي التي قامت باستقدامات والتي عندها الإمكانيات المادية ستنافس على الأدوار الأولى ولكن هذا لا يجعلني بتاتا أشك في قدرة اتحاد خنشلع هذه بارالو جمهية لم يشلف ملودية البيض هذه النوادي التي لا لديها شركات ستنافس وستكون بمثابة الأحصنة السوداء في البطولة وسيقول الجمهور بأن نشاهد هذا الفريق بإمكانيات مادية قليلة وفازة للفريق الفلاني لأن المستوى اللاعبين متقارب مع تمنياتنا للنوادي التي تدعمت بأسماء كبيرة أنها تستعرض قريا وأنها تمثلنا جيدا في المنافسات القرية بحضور هذه الأسماء الكبيرة على غرار أندي ديلور اللي متواجد في ملودية الجزائر إسلام سليماني هدف المنتخب الوطني الجزائري وليرا متواجد حاليا في شباب الوزداد يعني ولاعبين آخرين على غرار مصطفى زغبة لمن سيكون اللقب لهذا الموسم هل الملودية في رأيك رح تحافظ على لقبها أم أنه تشوف الحديث عن تتويج بي اللقب وهوية المرشح لتتويج باللقب سابق لأوانه لعبنا جولة واحدة ربما بعد 7-8 جولة تبدأ الرؤية تتضح مع أنه ربما السهولة لن تجدها الملودية في الحفاظ على لقبها ولن يجدها شباب الوزداد لأنه شبيبة القبائل تريد العودة إلى البطولة الشبيبة لم تتوج منذ سنة 2008 من البطولة الوطنية كذلك اتحاد الجزائر حتى استقدامته ريعة ولدية وهران هذا الفريق وهذه المدينة الكبيرة بملعب أيضا يريد أن ينافس على الأقل لأنه الرياضي القسنطيني ككل مرة المفاق بتاريخه شبيبة أو جمعية تنبي شلف بتقاليدها شبيبة السورة البطولة هذا الموسم ستكون صعبة والحكم على هوية المتوج بها لن يكون إلا بمرور 19 جولات في بداية أولى الجولات شفنا الفار حاضر كيف تعلق؟ الفار الغضاء الذي سيأتي بالخبر الصار إن شاء الله يا ربي طبعا تقنية الفار مهمة جدا في البطولة الوطنية تقنية الفار ستقلل من الأخطاء التحكمية وستساعد الحكام حكام النخبة على اتخاذ القرارات اللازمة من خلال العودة إلى تقنية الفار وهنا أشير إلى أن التليفزيون رافق الاتحادية في وضع وهذه التقنية في مختلف الملاعب التي بإمكان أنها تحوز هذه التقنية فتقنية الفار مهمة ولكن رسالتي حكام غرفة الفار عليهم أن يساعدوا الحكم الساحة الذي يعود للتقنية لأن الأمر وهذه وجهة نظرية تخصوني لأن الأمر نفسي بدرجة الأولى ذلك الحكم يكون أمام سبعين ألف متفرج ينادى عليه للحكم على لقطة من لقطات أمام سبعين ألف متفرج قد ربما يخطئ حتى في الحكم لأنه شيء نفسي ربما الخوف ربما يخاف يتسرع ربما اللقطة وادها وبالتالي وهذه نسالة ورأي حكام الفار هم من يشاهدون اللقطة بأكثر ارتياحية من خلال الغرفة وبالتالي القرار في اعتقاد يكون عندهم أفضل لأنهم في أفضل رواق وفي أحسن رواق من الحكم الذي يكون خاصة وأنه تقنية الفار وحكام الفار زميلة شافيا ليس من هب وذب بإمكانه نعود لتلك التقنية ويأخذ القرار فيها صحيح أن الاتحادية تعمل ولجنة التحكيم تعمل على التكوين ورسلت خمسين حكم إلى القاهرة من أجل التكوين ولكن هذا الأمر غير كافي علينا المواصلة حتى الحكام لا يهبون هذه التقنية والمساعدة تكون من غرفة الفار اللي فيها الحكم الفيفا بن براهم وكذلك هؤلاء عندهم خبرة وعندهم تجربة وإن شاء الله من خلال التكوين المستمر تصل للحكام حكام النخبة توجه من أرضية الملعب إلى الخارج للحكم على الشاشة قد لا تكون هذه متاحة لكل الحكام وبالتالي المساعدة من تقنية الفار لاتخاذ القرار لازم مع ذلك نبارك هذا القرار الذي يساعد في تطوير البطولة وتقليل الأخطاء التحكمية والتسويق لبطولتنا الوطنية ولما حضرت المنشآت الرياضية تحضر الإمكانية التقنية أيضا معها سؤال أخير أو قبل أن نختتم لقائنا لنهار اليوم بلال هل تعتبر نفسك معلق رياضي نجاح هل حققت النجاح بعد أم لا هذا أصعب سؤال قد يدى بهذر إلى دهني شوفي سأدري كيف يقاس النجاح في هذا المجال ما أقدمه أقدمه بضمير وباحترافية وأعي جيدا ما ما أقوم به من خلال التعليق على المباريات أعتقد بأنه هذه بين قوسين بما أنه فيها الانتقادات وبما أنه فيها السب والشتم فأنا في طريق صحيح لو ربما لم أكن كذلك لا الأمر عادي أما هذه الانتقادات اللادعة خاصة فهي تمنحني رسالة مفادها أني في طريقة صحيح لم أصل بعد وهذا الطريق لا ينتهي لا يمكن أن تصل في عالم الإعلام بصفة عامة لن تصل إلى ما كانت تقولي أنا اليوم أنا وصلت لا الحكم للجمهور والتعامل مع الجمهور من هذا الباب أتلقى التسجيعات في الواقع والحمد لله وأتلقى التقدير والإحترام مع إخواني خارج في الشارع في كل مكان نجحت ما نجحت أحاول أن أعطي أفضل ما لديه لأنه النجاح ليس مقترن بنقطة معينة بل وجب الوصول إليها حتى وإن كان هناك من يخطئ في حقك أنت كإعلامي وكمعلق ريادي سيأتي اليوم الذي يقول فيه بأنه فعلا هذا معلق كان ما يقول والأهم من هذا أنك تكون واتق من نفسك من خلال العمل الذي تقوم به وفقط كلمة آخر تقولها تختتم بها والله أشكرك على هذا الحوار حوار كان صعب شوشية يعني كان بعض الأسئلة تكصح شكرا شكرا لك على إتاح هذه الفرصة من أجل ربما أني أفضفت قليلا مع الجمهوري الكريم من خلال قناة رؤيا شكرا سنعمل على أن نكون في المستوى والأخطاء ستكون ولن تتوقف وجل من لا يخطأ وربما المهم أني أركز على شيء أنه الأخطاء هذه تحدث بعفوية وفي بعض الأحيان خارج عن النطاق ولن نتوانى في الاعتدار وإن شاء الله نستمر ونحمل مشعل الإعلام الرياضي وإعلام المعلق إلى الأمام ونشارك كل في مجاله في بناء الجزائر الحبيبة الوطن الذي يسكننا قبل أن نسكنه نعم ومن هنا أنا أقول لك شكرا لك على هذا الحوار الشيق إن شاء الله ما تكونش المرة الأخرى إن شاء الله نزيد نتلاقى ونتحاور إن شاء الله إذن شكرا بلال ومن هنا مشاهدنا الكرام نقول لكم أننا قد وصلنا إلى نهاية حوارنا الخاص لنهار اليوم نلتقي في حوار آخر وإلى اللقاء اشتركوا في القناة